اخبار اليوم شنقاملو في نفس السياق وين ما توفقش مراشح تونس ناجي جلول في انتخابة اليدارة العامة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاليسكو وذلك خلال الدورة الاستثنائية المؤتمر العام للمنظمة المنعقدة في العاصمة الموريتانية نوكشوت وقت اللي قال منصب المدير العام لمراشح موريتانيا محمد ويلد عمر اللي بشيخلف المدير العام سابق المنظمة سعود هلال الحربي وتم اختيار محمد ويلد عمر للمنصب بعد انحصار المنافسة بينه وبين مراشح تونس المدير العام مع التونسي لدراسات الاستراتيجية ناجي جلول اللي ما تحصلش إلا على ستة صوت مقابل ستة أصوات لمنافسه التونسي وفق ما أوردته وكالة لمبال موريتانيا الرسمية ويذكر أنه تونس كانت أخفقت أيضا في انتخابة ليدارة العامة الأليسكو فالدورة استثنائية ستسل المؤتمر المنظمة المناقضة في 2017 في الكويت بعد فشلت حيات قطعة القرمازي في نيل هذا المنصب من منافسها الكويتي سعود هلال الحربي إضافة إلى فشل عبدالتفعبيد في 2013 تونس نالت المنصب في زوز دورات متتالية وقتلية رأس المنظمة المنجب وسنين من 2001 إلى 2009 وخلف محمد العزيز بن عاشور من 2009 إلى 2013 ضرب خاي بلد دبلوماسية تونسية سوفي بفرحات خاصة وأنه مقر المنظمة هو تونس أكيد جدا ونذكر طوائه 15 نيوم ثلاثة جماعات الثانية نحكي مع مسؤول تونسي لفيع المستوى وقتلوا رأوه ثم شانس ما يتلعش ناشية وقالي لا والدولة محظلة نفسها وغيره هذا إخسار للناس كل ما تنساش وأنه مش الدبلوماسية بركة الحكومة ورئاسة الجمهورية ما تنساش رئيس باجي قد سبسي من أول حاجات اللي صحاحة وقت اللي تولى لئاسة الجمهورية عام 2014 وأنه أطلب من عمل الرسالة يساند فيها ترشيح وقتها رباعي الخوار التونسي لجائز نوبلو ويقلق كذلك بعين الاعتبار العملية ماش محظرة كما جاء في التقديم خسرنا دجاء عام 2017 للكسو سي عبدالتيف عبيد كيف رشحناها عام 2013 ومنجحش عنا شلش يتخشينا قبل رشحناه ومنجحش سجلوا العياد رشحناه ومنجحش خسرنا منصم فيه مؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي يعني ستة مناصب نخسرها بكريانا في اللي ديتو حكيت على تونس استقلت عام 56 عام 60 حتى العام 61 شد رئيس الجمعية العام الممتحدة في المنجس وطايم حتته في الأون متاحة وتم تكريمها بشكل كبير جدا ما تنساش وأنه قبل تونس معروفة عندها ديبلوماسية عندها حضور المسألة هذه بين الديبلوماسية وكذلك عمل التأثير والتأثر يسميه اللوبيينغ وهو التأثير على ملاكز القرار بطريقة ذكية الحق هذه خسارة وتحسوا أن المسؤولين بتاعنا معلبلهم لاش بو اخسرناها كان فيها بيانسور شخصيات تونسية مروقة كيما سي سلاح الدين معاوي كيما سي روف الباستي وغيرو ذكرت انتي في التقديم متاعك كيف كيف في عام محمد عزيز بن عاشور محبوشي جدولو أنا ذاك الترويكة بعتبار أنه كان وزير وقت بن علي لكن هذا لا ينفوشي عزيز بن عاشور مؤرخ كبير جدا ورجل الفكر ورجل معناها قالوا من الماكل عرف قالوا من الماكل شجرة معناها جدو طهر بن عاشور وما زالي حد الآن يعيش في دار جدو كذلك عنا سلمونجي بوصلينة كان موجود في العليكسو وغيرو بكل صراحة قاعدين نفقده في كل شي نفقده في مقاومات السيادة نفقده في مقاومات التأثير والتأثر ما تنساش تونس كان عندنا أمين عام جماعة الدول العربية بهو driving أمين عام جماعة الدول الإسلامية بهو السيد الحبيب الشطي يعني كان لدينا دائما ناس حاضرين في الدبلوماسية بشكل رهيب الدول الإسلامية لو تقریب ملعنان دولة مواطنين كان تونس يلي شاددها وقتها مليار دول 380 سي Liqq جماعة الدول العربية في أحرق الفترات الشيشادي الاخليبي اللي كان مديل ديوان رئيس بولغي بس كان وزيل العلام وزيل ثقافة ورجل ربي طول في عمره وعمل يسل الثقافة في تونس شجمات الدول العربية في الفترات السعبة ثم تخلى بعد اشتياح العراق للكويت سنة 91 يعني بكل صراحة هذا اندل على شيء كما قلت فشل للديبلوماسية وفشل للمنظومة الحاكمة لأنه مقتل رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة وإلا كذلك برلمان وإلا شخصيات اعتبارية ممكن تلتمس معناها وتقدم السيفين تعني جلول مهم جدا بينشور هنيئا للأخ سعود أهلال الولد محمد وولد عمر الموريتاني اللي هو كذلك عنده سيفي مهم جدا ومستار جامعي وعنده خبرة كبيرة هذا سيري وامتري أنا شأتي في خارج كلية بلتو هذي مشهل العرب والمسلمين وأفارقة وشمال أفريقيا لكن بكل صراحة وقتطاع من ستة هجاء متتالية انتي في الكورة الغراند زكيب ما يخسروه جزمات شواتورة بعض يعني ديما يحاولوا معناها يليميت لدقة هنا المنظومة فشلة علما وأنه السيد وزيل الخارجية الحالي يحب يترشح للاتحاد والأجل المتوسط ويحب يترشح تول منظومة الفرانكوفونية العالمية يعني كل واحد يضرب على دربوه يعني الدولة بالنسبة لهم هي تشريك ويستعملها بياد دستال بشي ينتقل حاجة أخرى يخي اخدم خدمتك وقوم بدورك ومن بعد فهمتني يكون تكليف وخادم القومي سيدهم ومهما كانت الفترة هذه هنا الحق رسالة موجهة كذلك سيادة رئيس الجمهورية سيد البجي قاد سبسي اللي من مشمولاته الدبلوماسية بحذين نتاوله القانون ودخل حذينها سيمو حمد عبو يعرف مرحبا سيمو حمد مرحبا سيمو حمد سلو دومان ريزرفي ديوش الدبلوماسية وغيره ولو هي جاية في إطار معناها علاقات خارجية وغيره مايش دبلوماسية معناها في البيلاترال لكن هذي في الملترال منظمات الدولية وثم إدارات موجودة في وزارة الخارجية وزارة الخارجية رغم معناها بقطع نظارة على طبيعة الأنظمة السابقة أول وزير خارجية شد الحبيب بورجيبة ثم شد سيدق المقدم ثم شد بورجيبة جونيور ثم شد سيمو حمد المصمودي ليرحمه من أكبر وزارة الخارجية أطلاق نعرفهم العربي والإسلامي شد المجيقات السبسي شد الهادي المبروك شد سيل حبيب الشطي شد سيل فوتوري شد سيل حبيب النيحي يعني ناس أولاد الخارجية هنا الحق نقوس خطر بالنسبة للوبيينج وغيره ونقالنا بإخواننا المغاربة نحن ديما نقالنا بالمغرب لأنه يشبهو لنا في عديد المسائل عنهم سراتيجيا متاع للوبيينج قوية جدا وشوف قداش في المغرب يموجود في ملظمة الدولية وشوف معناها كيفاش منسقين أمورهم ولو في مسائل كي هذه المواليات والمعارضة حتى المعارضة توقيت كله كان يعطيني تونسي يكونوا ممثلني في حاجة وعنده مكلم تأذريس به يعني رباع الحوار أهدية للشعب التونسي ككل بقطع نظر على النظام التونسي ومنظمات جماهليات مثل الشعب التونسي لذلك هنا معناها اللوبيينج تستعمل كل الطرق وكل الناس علمش خطر تونس تدبعونا جماعا هذه الأم بقطع نظر على الخلافات السياسية ممكن تكون موجودة لكن الأساس وقت يبدأ دربوا تونس نسكول محدة حتى حد ما زيد على إنسان في الوطنية ولا غيره هنا فشل ذريع مرة أخرى للمرة السادة في درب ستة سنين نخسروا موقع أهم يجب أن نجبدو نواقيس الخطر وزادة أنا أن النسبة حوليحة بشأن كلها وزيد الخارجية يجبدو لزادة وضني سيمو حامل عبو مرحبا من عامة تيار بعد المؤتمر الأخير ومرشع تيار